اشتركوا في القناة وهو يتعلق في النشوز وذكرنا الخطوات الشرعية التي يلجأ إليها الزوج في معالجة هذا الأمر وهو الوعظ ثم الهجران في المضاجع ثم وقفنا عند المرحلة أو الخطوة الثالثة وهي الضرب وهنا نقف عند أمر مهم وتنبيه مهم وهو أن بعض الرجال كما ذكرنا في المرة الأخيرة يفهم الضربة أنه يقس على المرأة ويلجأ إلى هذا الأمر في كل شاردة وواردة وبعض الناس يجعل هذا الأمر هو الخطوة الأولى يجعل هذا الأمر هو الخطوة الأولى من متوهما أن في ذلك حل المشكلة أو إظهار لشخصيته وسيطرته على المنزل وهو بذلك واهم وقفنا عند حديث مهم في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء هذه الكلمة فاتقوا الله في النساء تجعل الرجل الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويرجو مرضات الله سبحانه وتعالى يحاسب نفسه في كل كلمة وفي كل فعلة تجاه زوجه فالرسول سلم وجه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في النساء فالنساء من أسباب التي تؤدي لتقوى الله سبحانه وتعالى بأن تتقي غضب الله سبحانه وتعالى من خلال عدم الإساءة إلى النساء عدم الإساءة إلى الزوجة أو ظلم الزوجة أو تقبيح الزوجة أو ضرب الزوجة بما لا يجوز أو بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الضرب فاضربوهن ضربا غير مبرح ضرب بسيط صفة بسيطة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد وردت أحاديث أخرى أيضا في ضرب النساء منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه الحديث وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أسيرات ضعيفات ليست تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتينا بفحشة مبينة فإن فعلنا ذلك فعلنا فاهجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح واضربهن ضربا غير مبرح ضرب بسيط فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا وإنا لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئنا فرشكم من تكرهون ولا إذن في بيوتكنا لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وقد قال للمسي سلم لا تضربوا إماء الله وهذا الأمر الخطوة الأخيرة من علاج النشوز وهي الضرب ينبغي أن لا يلجأ لها أصلا إلا في حالة الضرورة واستنفاذ كافة محولات الإصلاح والوعظ وعدم جدوى الوعظ والهجر في المضجع ولذلك يقتد الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج مسلم من حديث عائشة قالت تأمل قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما هذا هد النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا لا زوجة ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل هد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الضرب وأن هذه الخطوة الثالثة هي الخطوة الأخيرة وَلَا يُلْجَأُ إِلَيْهَا إِلَّا فِي حَالَةِ الضُّرُورَةِ الْقُصْوَى وَعَدَمْ وجود نتائج للخطوات السابقة ولذلك في هذا الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى وَالصُّلْحُ خِير يستحب للزوجين أن يتعايش في وفقه وفي وآمن ويؤدي كل منهما ما عليه لصاحبه من الحق وإن دبت المشاكل فعليهما أن يدفعاها وأن يتنازل أحدهما أو كلهما عن شيء من حقوقه للآخر كما قال تعالى وَالصُّلْحُ خِير الصُّلْحُ خِير للزوج و للزوجة خير بما تعني هذه الكلمة من معاني عظيمة شاملة خير خير لهم من الفرقة ومن الطلاق الصُّلْحُ خِير للأولاد من التشتت والضياء الصُّلْحُ خِير للأسرتين من العداوة والشقاق الصُّلْحُ خِير عموما المسلمين وأيضا الصُّلْحُ خِير في إيجاد المودة والإتلاف فيما بين الزوجين الصُّلْحُ خِير من الطلاق فالطلاق هو من الأمور العظيمة الجليلة التي يهواها الشيطان وهو من أفعال هاروت وماروت كما قال تعالى وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الناس السحر وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَادٍ حَتَّيْ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتَّنْتُمْ فَلَتَكْفُرُ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وفي صيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدنهم منه منزله أعظمه فتنة يجي أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ما تركه حتى وقع الطلاق قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت في هذا الحديث بيان أن من أعظم الأهداف لدى الشيطان هو أن يفرق بين الزوجين بالطلاق في تفريقه بينهم بالطلاق تشتيت لشمل الأسرة وضياع الأولاد وتمزيق لأواصر المحبة والمودة بين الزوجين وفتح لأبواب القطيعة التي قد تمتد إلى أبنائهما وبين الأسرتين فهذا يدل على أن الطلاق مما يحبه الشيطان ومما يسعى إليه وقد صحى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأة له فقالت له وهذا قد يقع طلق امرأة فقالت له هل رأيت مني شيئا تكره طلقها فبادرت بالسؤال هل رأيت مني شيئا تكره قال لا قالت له فمم يتطلق المرأة العفيفة المسلمة يعني امرأة عفيفة ومسلمة وتقية وقام بلو أجبات وفجأة طلقها بلا سبب لشهوة خارجية أو لأمر من الأمور الدنيوية وما شبه ذلك فقالت ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة فارتجعها ابن عمر لما ذكرت رجع الحق وقام بإرجاعها والصلح خير وإن تنازل أحدهما عن بعض حقوقه للآخر والصلح خير كما ذكرنا يؤدي إلى إيجاد الخيرية بين الزوجين وسد أباب منافذ الشيطان وإبطال حيال الشيطان في إيجاد الطلاق والفرقة بين الزوجين ولذلك تأتي الشريعة بسد كافة المنافذ إلى أن يصل أو يقع الطلاق والعياذ بالله والحديث بقية نكمل في المرة القادمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين